والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله أما بعد الإخوة الأفاضل الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله تعالى في محكم تنزيله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ذكر الله هذه الآية في سورة النمل ليبين للناس أنما جعلوهم أن الذين جعلوهم آلهة مع الله جل وعلا لا يسعون الله تعالى في أفعاله ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا لهم الخيرية حتى يعبدوا مع الله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين صروا اصطفى أي على عباده الذين أرسلهم وعلى عباده الصالحين الذين هداهم ووفقهم للإيمان به جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وللأسف الشديد أننا نعيش في زمان صار فيه الدعوة إلى التوحيد من الغرائب في مجتمعنا وصار فيه أن تصرف العبادة لله جل وعلا من أغرب الأشياء التي يستمع إليها الناس فأنت غريب عندما تقول للناس أن الله هو الخالق وحده وأنت غريب عندما تقول للناس أن الله هو الذي يعب الزرية وينزل الأمطار وبيده الرزق وبيده ملك كل شيء وأنه جل وعلا مالك الملك وأنه الذي يجمع الناس ليوم لا ريب فيه فيدخل أهل الإيمان برحمته جل وعلا إلى الجنة ويدخل أهل الكفران إلى النار وساءة مصير الآن الدعوة للكلام ده بقد غريبة في المجتمع وللأسف الشديد بالحارق في عقايد العقايد دي في زمن الأنبياء وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت موجودة ما كانت موجودة العقايد الخالفاء حميدة قراعه ويقول للناس أبو جهل ما كان بقوله كويس؟ أبو لها ما كان بقوله المشركين الفيز من نوع عليه السلام ما كانوا بقوله المشركين الفيز من إبراهيم عليه السلام ما كانوا بقوله ولا في زمن الأنبياء كلهم ما كانوا بقوله العقايد دي للأسف إنه الليلة دالي نوصل الناس معلومة إنه الله بيخلق براه وإنه ربنا سبحانه وتعالى هو بيرزق براه وإنه ربنا سبحانه وتعالى هو بيحيي وهو بيميد جدا لنوصله للناس للأسف بعدين مع الناس من تهيد خط الصفر من تهيد خط الصفر يعني خط الصفر غاته لو وصل الله بيكون أحسن لو وصلنا مع الناس من الصفر إنه زال يكون جاهل بالدين ونسمعه العفور نعلمه للأسف دي نحن ما وصلنا عندنا ناس جاهلين وما عارفين نفسهم إنهم جاهلين جاهل موكب فوق جاهل الواحد يكون جاهل وقال روحه ينعلم زي السجمانة جاهل بها جاهدة زي السجمان دا يا عميدة نحن أخلافنا معاق مع إنه والله مستر همبر داعي المعارف محمد بن عبدالruحات ولا غيره نحن أخلاف معاق في الله الخلقة وخلق كراجة الخالفة دي خلق كراجة الخالفة دي للناس مش غالت ناثل تقول لنا البرعي كويس وتقول لنا النصع انديما كويس وتقول لنا الرقائن كويس جاهل كلهم ديال الناس خلافنا معاق فيهم ليه؟ لأن الناس ديال جالهم في الله الخلقة الكون كفر كفر الركين بقول لك وما الكلب والخذير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة دمس الكلام أتقول الصوفية العوايب ناس ابن عربي البرعي بقول لك وقال الحسين على معبودك القدمي وضعته يا له من عارف كاسي سواء بقول خذ تكراره في الله إنت خالف قراءك قراءك الله يقطع لك رئينا منه كويس خالف قراءك وتقول البرعي كويس يا خي البرعي العقيلة عنده جعل ما في البرعي بقول لك شيخنا بخالف البرعي بقول لك شيخنا بجلب البيت ولد البرعي بقول لك شيخنا بيعي للموجة كويس ودي عنده وجهة ما في عنده ولهب ما في الله قال ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولون الله دال بيقولوا الله لكن السيما البعجاء دال ممكن عادي يقولوا ليك فيكتوبهم هذا ده كتاب البرعي كويس اسمه ليه السلام مني هنا صفحة 44 بتكلم عن شيخ وحمد الطيب البشير يقول ليه ليه المسلمين يا ولد وده اللي جلب البيت ولد كويس دارينا البلد تتقدم كاف البلد تمشنا بالدام كاف كويس نطع من زي ما بقوله المتفلسفة بتاين الأخوان المسلمين زي ما زكال ليك أخونا معي الدين ناس عسوان عمد البشير وغيرهم وناس الكاروري اللي يتكلمون في التلفزيون يقول لك الأهل الأولى الإسلام عايش في عمد الزجاجة الزجاجة نوعك دقاعد بسدة ما بخلي الناس يمرقوا منا ما بخليهم ليه لأنه انت بسكي الناس ديل يقول لك وغد أفاضى شيخنا البلعي في مصر المؤمنة بأهل الله عدداً من المشايخ والعلماء والزوحات والعابدين ديل؟ ديل عبدين شوني أصول ديل عبدين الشياطين زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام لما تكلم مع أبيه ومع غومه قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية قويس؟ ديل عبدين الشواطين والله الكلام اللي يقولون برعي والبيقولون نوعي ناس حميدة ديل وده دار يأكل بس فكه لا دار يأكل بس جاهل والله الأسلي قل سميع الكاثرون أسلي هنا حميدة رسانة قاقرة الكاثرون أقرام ما بكون حافظة زون جاي غوشة النساوين كويس؟ غوشة النسا المساكين النوعية البكون ربنا ابتلوا بعدم الزرية النوعية البكون ربنا ابتلوا بمرض كويس؟ يجي يقول لي والله أنا بديك حجاب بيجيب لك الولد بيجيب لك الريزق إنت الريزق قاعده فطل يقول فيه كبر كمان يقول فيه كبر بتأتيولي هزول الريزق كويس؟ دي العقايد الجاعدة في البلد دي وده كلام العلماء والعلماء لما نتكلموا محمد بن عبدالوهاب الحارقك ده والبي تسخر منه ده كويس؟ ما أسخرت منه إلا لأنه قال ليك شيوغك ده ما عندهم حاجة والمربيت ربنا سبحانه وتعالى كويس؟ محمد بن عبدالوهاب كما في كتاب القواعد الأربعة قال اعلم أن مشركي زماننا أشد شركا من المشركين الأوائل وده كلام صحي وكلام مشاهد لأن المشركين الأوائل كانوا يقولوا الله الخالق وكانوا يقولوا ربنا سبحانه وتعالى هل بيقتلنا هل بيعييننا هل بميتنا كويس؟ لكن دي العاملين ده مواسطة لا لا دي المواسطة زادوا زيادة كويس؟ الزيادة شنو؟ إنه البرع يقول ليه ألم ترى أن الله أيده بتكلم عن أحمد الطيب البشير كويس؟ ألم ترى أن الله أيده بما يقول مقاب المعجزات يناسبه كإحيائه ميتاً وكالأنثى بعد ما آتت للذكورة تقلبه البيت مقلبه مقلبه راجل كويس؟ أسأل الله يقول إن في مرتك يقلبه لك يا حميدة تعيي عزابي تخلي في كراكنا يا عافي كويس؟ قول لك البيت لما انتجي الشيخ ممكن مقلبه دي قاعدة في الكتاب ومسجلة في تلفوناتنا ونقولها في ساعة الكوسر كويس؟ والشرك مال البلد الحافلات تلقى واحد كاتب يا الله صوبر تلقى واحد كاتب يا الكباشي تلقى واحد كاتب يا صعيم ديمة الله ودكت روان يا صوفية الله الخلقكم وربنا العزقكم بترجعوا يا وبتان بتدعوا بتان كويس؟ بتستغيثوا باوبتان يا غرب أنا قال وقال ربكم ادعوني أستجم لكم انتوا بتدعوا بتان يا صوفية يقول لك بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم انت علاقتك بالغران شينو بتقول كلام زيدا الغران علاقتك بالغران شينو؟ ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ربنا قال وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة التعي إذا تعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا فيه لعلهم يرشدون ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطنه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ليه لعلهم فيها وعية زي حميدة ربوا ويجوا له جايب لهو تلتمية تالي في كتاب قدام والله تقول جارين ينزاريبة حمار قدام جايبين ينزاريبة حمار قدام جايبين ينزاريبة حمار كويس؟ عشان يرويج الكفر ورويج البطلان لكن شد حيرك والله ما نخليك والله إلا سوكسيتة تشير الخط في جيبك تمش بالبيت قصوا ما نخليك تجيينة تتنجم لما انت عارف حدا بيعيات وبيعها هديث ما بنضربك ولا بنحرش نقول والله يا حميدة عمشوا لهو لا لا سينا نحن لنظم بس لكن يومنا نمسك البلدين والله يا حميدة سوكسيتة ذا هكان سعاليك قالت تتمنى ترفيه هين تقول في سوكسيتة يا عفن والله تعالي شمس بحيرة ما نشوفك ويس دماشة فقال الله لكن السمعات آيات وهاديث وهجة والناس أزالة دار الحق ودار الدين ودار اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بيستفيد ليهرطق ساي ونبتغني عنهم حاجة وبيجي يوم الغيامة أتباعهم بيتضروا من أتباعهم ربنا قالوا وبرزوا لله جميعا فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ دا عشان ضالي الجماعة البعدين بيقولون والله ياخي اسمعنا وقت قارب يحيك بات بس الله كان هداني كان ما شئنا كلنا صور فدي رسالتنا لا يزول سمع الكلام دا يخلي الناس دين ويمسك في الله يمسك في الله ياخي ربنا ما مستكناك بيهون إحنا ربنا مستكك بيهون وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم الله قال لك ناديني براي الله قال لك استغيث بي براي ياخي في الصلاة انت بتقول إياك أنا أعبده وإياك أنا أستعيم إبتازو الإستعيمة بها الله وعبط يا الله تاني دا عردك مهنو الطرق عليه السيزيحون ماذا دا عربي انتا كنوهن دهنب لازاليك ركبوا دهنب كنتيات يخالف دهنو نزلي يقول ذي الكفر يقول ذي طلاق أنا أبتلي بهذا كده أخونا وطر الشيخ الوطر